السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الثلاثاء 14 أيار مايو القمر اليوم استقر في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 9 و32 دقيقة من مساء يوم الأربعة القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها على منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر بما أنه موجود في برج الأسد اليوم معنات الناس من حولنا في هذا الوقت بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقات مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض الأموال برضو جيدة هاي الفترة الاستثمار ممكن نشتري المجوهرات الثمينة أو الأشياء الثمينة منكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلاه بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة ستة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون الساعة 11 وستة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعة المغرب تقريبا ولغاية صباح اليوم التالي أكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون لنا بتكون عنها بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية بتكون تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين كثير دون أن تشعروا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن فحصات أو مراجعة طبية أو أخذ علاج ما في أي مشكلة وإذا كانت العمليات الطرارية طبعا ما في مجال لتأجيلها لا تنعمل برضو اليوم طبعا عندنا القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي بيكون فيها ضعف في هاي الفترة بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء أي عملية دون الأعضاء اللي ذكرناها هاي الفترة مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر بهاي الفترة للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر أو اللي بدهم يبطءوا عملية إنبات الشعر أما اللي ما عنده مشكلة في هذا الأمر فما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 44 دقيقة من بعد عصر يوم الأربعاء يوم الغد بتوقيت جرينيتش ورح يستمر قلو المسار لغاية الساعة 9 و 32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 6 أيام الآن الساعة 8 و 10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش منبدأ في اليوم السابع نهاية اليوم نسبة الإضاءة بتكون 45% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد الآن بنسبة 70% ساعات العصر سعيدة بنسبة 45% القمر في الأسد حتى يوم 15 خمسة سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في الحمل حتى يوم 15 خمسة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23 خمسة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2 9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس يعني طاقة عالية جدا حيوية برضو ممتازة والعواطف جياشي فعشان هيك بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية بتنجح بحملة ترويج برضو بتكون جريء بالطرح ممكن تمارس هواية أو ترفيه أو تجميل وبتتسار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض وبرضو ممكن تحصل على معلومة أو خبر كنت بتنتظرها من أيام برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية اليوم القسط الأكبر من تفكيركم تجد تعاون من أفراد العائلة ولكن برضو ممكن تهتم بأحد أفراد العائلة في نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة بسبب حدث أو عصبية أو إنفعال أو ممكن عطل منزلي فحاول تضبط عصابك وتخلى عن مواقفك المتحفظة والمتشنجة وتجنب العمليات الجراحية وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة القمر ما بيساعدك بشكل كبير وصحيح أنه الشمس موجود عندك ولكن الأمور اللي تتعلق بالشريين والقلب والأمور هاي ابعد عن عملياتها وحاول أنك تأجلها لحديث ما القمر يعني ينتقل من الأسد واستشير طبيبك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا بتكثر عندكم الاتصالات التنقلات منكم أشخاص ممكن يخرج في نزاق قصيرة ومنكم أشخاص ممكن يكون له تعامل مع أخ أو جار وبطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم الشيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية وتعرف كيف التفاوض بدون عصبية وتشنجات وانتقادات بتكثر عندك الزيارات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يهتم بمواضيع تتعلق بسيارة أو أجهزة إلكترونية أو ما يتعلق بالاتصالات والمواصلات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الأجواء الآن ممتازة على المستوى المالي ففي فرصة لمكسب مالي على الأغلب تيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا تحذروا من المصاريف للزيادة احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ما لها أي داعي ممكن تعالجوا استحقاق مالي يعني إذا الأمور عشان حكينا أنه القمر موجود بالأسد بشجع على شراء أشياء ثمينة حاول تعرف أنك أنت بحاجتها ولا مش بحاجتها هاي هي المسألة لا تتسرع بتوظيف الأموال بدون ما تدقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية القمر صار موجود أعطى زوايا إيجابية طبعا بعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم ممكن توضح وجهة نظرك اللي كان فيها تماس أو لبس بالأيام الماضية ممكن تهتم بمظهرك الأجواء مناسب لهاي الأمور بتشعروا بالحماسة الفائضة بتنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع أو فكرة أو بتبدأوا بتنفيذ شيء جديد تملك أفكار باهرة وحلول مذهلة ممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك أيضا برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا للأسف القمر صار موجود في بيت المتاعب يعني استعب بيكون مسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور لأنه سهل جدا تفقد أعصابك أو سيطرتك أو كلامك حتى يكون جارح أو لاذع وحاول تكون حذر أثناء التعامل مع الغير يبدأك تكون مرن ابعد عن المشاكل وعن القرارات أيضا حاول أنك تعمل بشكل روتيني صحيح أنه بعض موليد برج العذرة ممكن يكون عندهم نوع من السوداوية أو المعنويات المنخفضة أو بعض الأفكار وساوس شك غيري انتبهوا لهذه النقاط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع أيضا بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن اليوم يكون لك لقاء داعم أهم شي إنك عزز علاقاتك الاجتماعية انشط اجتماعيا حاول تطلب المساعدة من طرف آخر لمساعدتك بإنجاز بعض الأمور المتراكمة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل تركيز كله رح يكون على العمل علاقات مع المسؤولين وهذه فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شي إنك ما تنفعل ما تعصب اضبط أعصابك قدر الإمكان وتجلب قدر الإمكان مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أيضا حافظ على سمعتك قدر الإمكان من أي تصرف برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطه في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوي مهمة أو ممكن تهتم بهواية جديدة اليوم أنت عندك حيوية عالية جدا ومتحمس لمتابعة كثير من الأمور وعندك القدرة على التواصل مع المحيط أيضا هاي فترة ممتازة للامتحانات والمقابلات برج الجديد بالنسبة لمواليد برج الجديد طبعا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو الاهتمام بمسائل تتعلق ببنك أو ممكن الطالب بأموال لا إلك من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة بدك تدقيق بتفاصيلها بحذافيرها ما تتحمس لفكرة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها أو ممكن أنك تناقش موضوع مهم أو تجتاز امتحان صعب أو تعالج إشئون العائلية المهمة برج الدلو من نسبة لموليد برج الدلو طبعاً بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني القمر موجود مقابلكم فعشان هيك طاقتك ضعيفة وسهل استفزازك فبدك تحاذر الخلافات حاول أنك ما تضخم الأمور بتبدو مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما أو ممكن طاقتك ضعيفة شوي حاول يعني أنك تمسك عصابك وحاذر من إثارة العدائية لأنه مزاجك متقلب وهذا الشيء ممكن يعني يخلي الأشخاص تي يتجنبوك بالفترة هاي خصوصاً شركاء المال شركاء العاطفة أو الأزواج برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً اليوم كله عمل كله تركيز بأعمالك وبعض الأمور الصحية فبيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجياً حاول أنك تنجز فقط ما بوسعك من عمل دون المبالغة في ذلك عشان هيك ركز على الأعمال المهمة والضرورية انتبه لغذائك وراحتك ما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت وركز بالمهم رتب برنامجك أو جدولك وراعي ظروفك الصحية كمان مرة بننبه عليها وكون دقيق ومنظم عشان ممكن يكون في بعض الأخطاء وابعد عن أي مشاحنات مع زملائك أو حتى لو كنت صاحب محل مع مراجعينك أو مع زبائنك أهم شيء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء